تعالوا يا اخوانا نروح لسالم سبلان معلش افتتاحي النهاردة معلش يعني كده صغيرة شوية انا عايز بس اعرفكو اوريلكو حاجة يا اخوانا عشان بس الشيعة ما يلوكوش كتير الشيعة ما يلوكوش كتير هندخل على السجل عندي اهو تمام السجل هنكتب سالم هطلع لنا ايه الموقع اللي انا قرأت منه رواية سالم سبلان كانت بتاريخ كام يا اخوانا بتاريخ عشرة اثنين 2022 تمام تمام الموقع ده بتاع اخونا رامي عيس اخونا رامي عيس بص يا اخوان الموقع عشان الشيعة بس جايين يقول لك ايه يا والدي ياسمعيل انت بطرت الرواية واخفيت منها كلمة الرواية عندكم يا إخواني هي الرواية هي خلونا نكبرها شوية خلونا نكبرها شوية تمام بيقولي قال النسائي أخبرنا الحسين ابن حريسة قال أخبرنا الفضل ابن موسى عن جعد أو جعيد إلى آخير تمام بيقول إيه قد أخبرنا سالم يعني سبلان قال وكانت عائشة تستعجب أمانتي فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى فمضمطت واستنسرت سلاسا وغسلت وجهها سلاسا ثم غسلت يدها اليمنى سلاسا وليسرت سلاسا ووضعت يدها في مقدمة رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخذ ثم مرت بيديها بأذنية ثم مرت على الخيضين قال سالم كنت آتيها مكاتبا فتجلس بين يديه هنا في كلمة اللي هي إيه ولا تختفي مني ولا تختفي مني في كلمة هنا هنا نقصة الكلمة دي هنا نقصة الكلمة هنا دي نقصة هنا تمام طيب أوليد أنت اللي أخفتها لا والله ما أنا اللي أخفتها أنا قرأتها زي ما طلعت لي في الموقع طيب نسأل سؤال بسيط يعني أنا أخفيها ليه إيه هي كلمة طيب تعالوا نجبوها من موقع تاني تمام سالم سبلان أهو بس أخونا أول لما كتبت موقع أخونا رامي عيسى هو اللي طلع لي بس موقع رامي عيسى هو اللي طلع لي أهو موقع رامي هو اللي طلع لي في الرواية هي هي الرواية لكن تعالوا نجبوها من موقع تاني أصل الشيعة عاملين زرغطة وهلهلة ووليد إسماعيل أخفها طب ووليد إسماعيل هيخفيها ليه يعني؟ ووليد إسماعيل هيخفيها ليه؟ خلونا نجيبها من موقع تاني لا أنا ممكن أدور على أصلاح يعني عادي مفيش مشكلة خلونا نجيبها من موقع تاني تمام أو بص كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني كلمة تختفي دي مش موجودة في موقع أخونا رامي عيسى كلمة تختفي مش موجودة في موقع أخونا عيسى فإحنا ندور على الرواية هل في رواية تانية فيها تختفي ولا ما تختفي لكن مش هيدي قصة مش هيدي قصة القصة إننا حخفيها أنا أو أخونا رامي ليه؟ يعني أنا عايز الشيعة بس يفكر شوي يعني حنخفيها ليه؟ يعني صيد الأصدقاء سيبك من الكلام العين الصغيرة دي تحاول تفكر بدماغك يعني سواء أنا أو رمي عيسى هنخفيها ليه يعني نحاول نفكر شوية هنخفيها ليه هل هي أسرت في الرواية يعني هي كنت آتية مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي يعني أنا هنشلها ليه يعني أنا نفسي أعرف إحنا هنشلها ليه هنخفيها ليه لما رواية الهد بقى ما أخفيهاش وأنا أصلا قراطها أكتر من مرة قبل كده هنخفيها ليه طب ما هي بتقول إيه ما تختفي مني فتكلس بين يدي يعني أنا لو خافينا شلنا ما تختفي مني أتيها مكاتبا فتكلس بين يدي طي ما تجلس بين يدي ووريتني الوضوء يعني معناها ما تختفي مني يعني معناها قدامي يعني معناها إيه قدامي لا تختفي مني يعني أنا هشير كلمة لا تختفي مني ليه يعني ليه ليه حنشلها يعني فكر شوية ليه حنشلها فالنهاردة واحد قال لي منزلين مقطع عليك بقولي أن أنت أخفيتي الكلمة دي طب أنا أخفيها ليه يعني حاجة بالعقل الأخفيها ليه ده هي في الرواية نفسها بتقول إيه وهو الرواية إيه فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى أجئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم الممينة قالت وماذا قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب ما يعني معناها أن قبلها ما أرخت الحجاب يعني ما تختفي منه يا شيعة حولوا تشغلوا دماغكوا اللي ربنا عطاهالكم حاولوا تشغلوا دماغكم اللي ربنا عطاه لكم والله تشغيل الدماغ ما بيحتاج فلوس تشغيل الدماغ ببلاش تشغيل الدماغ ببلاش يعني انا حخفيها وبعدين انا في مناظرة حخفيها عشان الشيع يمسكها علي عشان الشيع يمسكها علي فحاولوا يعني نتكبر بعدين اصلا ما هي الرواية بينها يعني هي الاشكالية ليست في الكلمة دي بس يعني هي الاشكالية كلها مش في الكلمة دي بس عشان احنا نخفيها فخلاص بقى يبقى الاشكالية راحت الاشكالية مش في الكلمة دي ما تقرأ يا شيعي كنت قاتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي يعني لو شفنا كلمة تختفي قاتيها مكاتبا فتجلس بين يدي يعني احنا شلناها عنشلها ايه اللي حيغير بقى لو شلناها من الرواية ايه اللي حيغير في الرواية يعني ايه اللي حيغير في الرواية يعني شلناها ايه اللي حيغير في الرواية يعني احنا شلناها انا واخونا رامي اتفقنا مع بعض قلنا انا وانت يا رامي حنشلها طيب ايه لما شلناها ايه بقى يعني ايه اللي غير في الرواية يعني هي الاشكالية في كلمة تختفي طب ما يا غبي اهي موجود فتجلس بين يدي اهي موجودة هنا اهو قال سالم كنت اتيها مكاتبا فتجلس بين يدي كنت اتيها مكاتبا فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا ام المبين قالت واماذا قلت اعتقني يا الله قالت بارك الله لك وارخت الحجاب دوني فلم اراها بعد ذلك فلم اراها ايه يعني معناها ان هي ما كان بتختفي منه فانا حجيل بتختفي منه ليه وضحت يا شيعة ما انا صح انا بحل بكلم مين والله يعني انا ساعتها انا بغلطات لان انا بكلم عقول قد كده بكلم عقول قد كده والله ابجاد بكلم عقول قد كده زكاء وهلا وولد اطع اول عمل وولد اطع الرواية وارد ايه يا عم في ايه يا عم في ايه اعتراض شيخكم على ان ازاي الراجل دوت كان مملوك مش عارف لمين وان الراجل ده متعلم الوضوء وازاي هي تعلمه الوضوء تاني تمام امتنا ضربه فوشه قلت له لو هي المسألة كنا فعليه ابن ابي طالب ما هو علي ابن ابي طالب واتى السيدة ميمونة اللي كي يتعلم منها الوضوء الحيض فحاولوا تلعبوا غيرها حاولوا تلعبوا غيرها شكرا